شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مرسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتيدا وشركة سيمانز المتخصصة في تطوير برمجيات صناعة الرقمية تهدف المذكرة لتعزيز تعاوني الاستراتيجي لتوسيع أعمال البحث والتطوير في التكنولوجيات المتقدمة بمركز الشركة في مصر وعقب التوقيع أعرب مدبولي عن تقديره لما شهده من مواهب مصرية شابة تعمل في هذا القطع الهم الذي يستهدف تصدير الخدمات التكنولوجية للسوق العالمية